اشتكى أصحاب المحلات والحافلات والسائقون من تكرار حالات السرقة في مجمع سفريات الكبير بمحافظة إربد وناشدوا الجهات الأمنية بالتواجد في المنطقة وزيادة عدد كاميرات المراقبة إلى التفاصيل مطالبات جادة بتوفير نقطة أمنية ثابتة أو ما يسمى بكشك الشرطة في مجمع عمان الجديد بمحافظة إربد نظراً لتكرار ظاهرة السرقات بشكل لافت شكاوى السائقين وأصحاب الحافلات تتشابه هم يتحدثون عن ظاهرة لابد من القضاء عليها بسلطة القانون مشكلة للباع المتجولين تبعين الميهظلوا أغلبيتهم أطفال والمتسولين والمتسولات وكلهم تقريباً تحت سن العشر سنوات هاي مشاكل حقيقة بنعاني منها داخل المجمعون أنا كسائق عمومي بعاني من شغلة سرقة الباصات من صف الباص داخل المجمع نرجع عليها ثاني يوم وإنه مشلح ما فيه تلفزيون راديو مسجل كله رايح فاللي بطالب بيه كوشك ثابت يكون في المجمع 24 ساعة المجمع ينقص للرقابة الأمنية صاحب البقالة وهو على جلسته هذه لا يعلموا كيف دخل أحد اللصوص بحجة شراء غرض واحد وانا قاعد بجوز ذرت وشي هيك زرق وفات اما شفته لما اطلعت انه على الباب عندك صار ما بعرف اخذ علبة بيبسو ضلو طالع لما اخذ علبة بيبسو طلع فتت على الدرج وانه الدرج كل ياته مزحو صالها بيجي خمسة أيام ولسا عيات الشرطة ما اجتنيش دستاني وقع من المجمع واخذوا المصاري اللي فيه ورموا ليه وراء المجمع ثاني يوم لقاء واحد من الدفاع المدني وبلغ العمليات وقالوا له ودوه على بيع بيد فثاني يوم كانهم حكوا مع ابني بالدرك بداهم ولقى الدستان وعطاني ياته مع الدفاع المدني فاضي الرسالة واضحة هنا قبل ان تصبح ظاهرة بالمعنى الحقيقي مجمع سفريات في اربد الذي افتتح مؤخرا مساحته اكثر من سبع الدنومات ويرتاده الاف المواطنين يوميا وهم ينتظرون توفير نقطة امنية تعزز الامن والامان